بسم الله الرحمن الرحيم الآن نحن نعيش اليوم مليار وربع تقريبا عدد المسلمين وقبل زماننا وبعد زماننا فسبعون ألف عدد قليل جدا من هذه الأمة فقال بعض أهل العلم الرقم غير مقصود عندما يقول معهم سبعون ألف ما يريد سبعين ألف لكن يريد أنه عدد كبير فالرقم غير مقصود وكثير ما يأتي في القرآن الكريم أو في السنة النبي عدد السبعين هذا وإذاك حتى بن عباس رضي الله عنه أقول له الكبائر سبع قال هي السبعين أقرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعون خريفا هو ما يقصد السبعين كرقم ولكن يقصد أنه عدد كبير وَجَا عِنْدَ أَحْمَدْ وَمَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفٍ يَقُمْ فَاسْتَزَدْتُهُ أي طلبت من الله زيادة سبعين ألف قليل فَاسْتَزَدْتُهُ فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفًا أَلْفٍ سَبْعَانَ أَلْفٍ سَبْعَانَ أَلْفٍ سَبْعَانَ أَلْفٍ سَبْعَانَهُ بدل umroh adalah melakukan umroh yang diniatkan pahalanya untuk orang lain yang sudah tidak mampu melaksanakannya sendiri karena telah wafat udir sakit atau tua renta yang sudah tidak sanggup lagi diharapkan perjalanannya ke Mekah بدل umroh bersama kami dilaksanakan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah pelaksana oleh Ustaz Pembimbing yang berpengalaman satu pelaksana badal untuk satu jiwa yang dibadalkan biaya 2 juta untuk satu jiwa insyaallah amanah dan profesional